نعم شيخ حسام أخ أخ سيل بيسأل بيقول هل الزكاة والصدقات تجوز لغير المسلم أم لا مسألة مختلفة فيها بتأي الزكاة أما الصدقات فتجوز للمسلم ولغير المسلم الصدقات العامة تجوز للمسلم ولغير المسلم أما الزكاة فجمهور العلماء على منعها لغير المسلم هنا لا تجوز إلا للمسلم فقط وبنتكلم على غير المحارب ننتبه لدي يعني ما ينفعش أدي الزكاة على الرأي الخلاف ده لمن أجاز للجمهور على المنع هناك رأي عن إمام أبو حنيفة وبعض الأراء ليست أراء يعني ما يشمن مش مذهبين تلقى أراء منفردة أجاز ذلك لكن مش لألا يكون محاربا لألا أعطيها لصهيوني ولا لي شخص يحتل بلاد المسلمين غير المحارب طيب هنا الذين منعوا استدلوا بإني الآيات تتحدث عن خذ من أموالهم صدق تطهير وتزكيهم بها وإني تأخذ من فقرائهم من أغنيان ترد على فقرائهم فيقول لي أفهل وإنما صدقات الفقراء والمسكنين المؤلفة قلوبهم ده باب في الزكاة لكن يأخذ منها بنسبة لغير المسلم من نتألف قلبه سواء لو أسلم جديدا أم نتألف قلبه للإسلام لكن في غير ذلك الفقير الغير المسلم هل نعطيه هو دموضع الخلاف الجمهور العلماء على المنع والبعض على الإجازة ومما رجح هذا الرأي القائل بالجواز في زماننا من فقهائنا وعلمائنا المعاصرين شيخنا الشيخ القرضاوي في كتاب فقه الزكاة